وكلمته بهذه المناسبة غبطة بينا البطريير أيها السيدات والسادة أعزائي الحضور شكراً لكم على أنكم شرفتمون اليوم بتلبية دعوتنا لافتتاح هذا الجزء المهم من هذا المشروع حضوركم تشجيع وتقدير في محاولة النهوض بمدينتنا العزيزة كركوك شكراً للرب خصوصاً على ما تم إنجازه حتى الآن ورجاءنا أن يتم بقية المشروع فتنهض المدرسة لتربي الأجيال على عالم منفتح فنلحق بركب الأمم الرائدة في هذا المشروع مرحلتان الأولى تمنيت منذ قدومي في عام 2014 أن يكون لسكان سكانيان مكان التقاء وفرح فهي منطقة جديدة فيها أراضي توزعت من قبل الرئيس العراقي الأسبق المرحوم جلال طلباني على بعض العائلات المسيحية ثم جاء آخرون واشتروا أراضي وبدأ ببناء البعض منها أعطيت الكنيسة مساحة دونم واحد في 2014 ما عدا بعض المنازل لم يكن هناك شيء لا أسواق ولا محلات فكرت بقاعة متعددة الأغراض للجميع من دون تمييز حيث يمكن اللقاء معاً وبمساعدة منظمات صديقة من دول عدة استطعنا تحقيق هذا الجزء وكان الاتصال بالصديق المعماري لؤي بني وهو يقيم في كندا الذي بقي يساعدنا بخبرته خصوصاً أننا نعمل معاً منذ أكثر من عشرين عاماً في مشاريع أخرى في بغداد وأسهم في توسيع دير الآباء الدومنيكان وبناية مجلة الفكر المسيحي وخصوصاً بناء أكاديمية بغداد للعلوم الإنسانية وكلها في حي الوحدة في بغداد عندما تقدم العمل في هذه القاعة أردنا الاستفادة من مساحة الأرض والتفكير ببناء يخدم المستقبل فصار الاهتمام بقيام مدرسة فطلبنا من السلطات في هذه القرية توسيع الأرض فاستجابت مشكورة فحصلنا على أربع تلاف وخمسمائة متر مربع ثم على ألف مية كأرض قريبة يمكن استغلالها كملعب المدرسة هي القسم الثاني الذي بدأنا به قبل حوالي سنة آملين التقدم فيها على الأقل بما سيتوفر لدينا من مبالغ لذلك وقبل سنة تقريباً عندما رافقت غبطة البطرييرك لويس ساكو في سفرة إلى الهند وقدمت عرضاً إلى رئيس الكنيسة الملبارية هناك الكاردينال ألينشيري بأننا نتمنى تعاونهم معنا خصوصاً وأن لديهم باع كبير في رسالة التعليم والخدمات الصحية في الهند وبلاد أخرى بعد أشهر جاء عرض الراهبات الكرمليات بالموافقة وزارتنا الرئيسة العامة في تشرين الثاني الماضي ودرسنا إمكانية تبنيهن التعليم في هذه المدرسة فتكون مدرسة دولية عالمية فهن يدرن ما يربو على ألف مدرسة في الهند وسط دول أفريقية وأمريكا وأوروبا وخصوصاً في أغلب دول الخليج العربي المشروع إذن لم يكتمل هنا ويبقى الأهم عندما نبدأ ببناء الإنسان الشباب والشابات خصوصاً كي يجدوا مكاناً في المجتمع أتمنى أن نتمكن من خدمة المهجرين خصوصاً والعنصر النسوي لاكتساب مهارات تفتح لهن باب العمل والاندماج في المجتمع كما يتضمن المشروع إعطاء أهمية للأطفال بأسلوب جديد فهم يحتاجون إلى تعلم اللغة الإنجليزية فيكون ذلك أساساً يساعدهم مستقبلاً لإكمال أي دراسة داخل أو خارج الوطن أو يتسنى لهم متابعة كل ما يحدث في العالم من تطورات هذا سيخدم اختصاصاتهم المستقبلية فأهم المصادر في العالم وأهم البحوث هي غالباً بالإنجليزية إن كلفة ما تم إنجازه إلى حد الآن كانت عالية وبقي ما تحتاج إليه المدرسة ولا نزال ننتظر إنها المرحلة الثانية لم تأتي بعدها مرحلة التشغيل الكامل للبناية ثم تأتي وهي تحتاج إلى جهود بشرية ومادية ومعنوية إن هذه هي الحاجة الأكثر إلحاحاً وضرورةً لأبنائنا المقبلين الذين سيسألوننا ماذا أعددتم لنا ألم تضيعوا وقتكم بالجدل العقيم حول اختلافات الأديان والأعياد وغيرها؟ أيها الإخوة والأخوات إنني حقاً متفائل إذ لاحظت منذ بدأنا المشروع في سيكانيان ومعنى اسمها بالكردية الينابيع الثلاثة بأن الفرح والتفاؤل بدأ يدبان بين الناس تذكروا أنها كانت سنوات سيطرة الدواعش بالقرب منا وبدأت الحركة والنشاط وقد قمنا بزراعة ألف شجرة ترونها على الأرصفة وشراء تنكر ناقلة ماء لسقي الأشجار في الصيف وتوفير الماء لمن يحتاج إليه وبهذا المشروع وفرنا عملاً لعدد كبير من أبنائنا وخصوصاً للمهجرين من عمال وتقنيين أكفاء ويمكنكم فعلاً أن تقيموا العمل الرائع الذي حققوه في كل زاوية أدعوكم بعد هذا الاحتفال إلى جولة في مقتربات القاعة والمدرسة والاستماع إلى شرح المهندس المشرف نوار باسم وبقية فريقه إلى تفاصيل دقيقة مهمة لدينا الأمل في هذه السنة الجديدة 2019 أن نتمكن من تكميل هذا المشروع كما أنقل إليكم ما قاله المهندس المعماري مصمم المشروع لؤي بني في رسالة لي قبل أيام قال كما فعلنا دائماً نخليها على الله إلى حين يأتي الرب بكل ما هو غير متوقع وهذا ما كان يحدث معنا دائماً شكراً لكل من عاوننا خصوصاً مؤسسات المدينة وعلى رأسهم السيد المحافظ الذي كانت آخر مساعدة له لنا بأن أوعز بطبليط الشارع الأمامي بوقت قياسي شكراً لكل من ساعدنا وشجعنا وصلى من أجلنا كي يصبح في سكانيان إلى جانب الينابيع الثلاثة ينبوع رابع هو المعرفة والثقافة فيما يأتي أعطي لمدة دقائق نبذة مختصرة عن هواية المهندس المعماري بزرع الرموز في كل مكان يبنيه في هذا المشروع رموز هذه البناية بحسب نظرة المهندس لؤي بني الرمز الأول خلفي هو نجمة المرآة رمز لنجمة عيد الميلاد التي قادت المجوس إلى المغارة التي ولد فيها يسوع إنها النقطة المحورية داخل هذه القاعة متعددة الأغراض وهي جزء لما في هذا المجمع من مراحل متعددة وأغراض متعددة جمع الأجزاء والعناصر الموجودة داخل هذه القاعة كلها بشكل موحد تركز على نجمة الميلاد الجدران المتداخلة الشرائط الخشبية الميراية الطولية والشعاعية شرائط الجرانيت التي توحد الجدران والأعمدة ونمط أرضيات الفسيفساء كلها تقود الرؤية نحو هذه النجمة لكي نكون متحدين مع النجمة وهي رمز الوحدة بين السماء والأرض التين هما فينا نحن وذليل هذه الوحدة هي المرآة مرآتنا نحن هذا النحن هو سماء حقيقية تسكن فينا كما قال المسيح ملكوت الله في داخلكم إن هذا الرمز يمثل فصلا صغيرا في مجمل قصة أكبر وهي مشروع المجمع الكامل ينعكس في اسم المشروع إنه نجمة الرحمة التي تشير إليها نجمة عيد الميلاد الرمز الثاني تجدوه في المدرسة في الساحة هو ثقب المفتاح رح تشوفوه بعد شوية لدى دخولك إلى ساحة المدرسة يقابلك ثقب مفتاح كبير وهو نافذة كبيرة من الأمل لأولئك الذين هم أسرى ما هو غير معروف حتى الآن لهم لكنهم على استعداد لفتح الباب والتحرر بقوة النور الداخل إليهم إنه نور لا يصدق لأنه ينتمي إلى الحقيقة الشاملة الحواس الروحية غير المحدودة تستطيع التحليق والتجول في نور الحقيقة وأن تتحرر من القيود المفروضة على حواسنا الجسدية المسجونة في مربع الأوهام الثقب الباب وفي مربع الأوهام فالناس في الواقع تستسلم وترضخ إلى ما هو غير معروف لا تتعب نفسها ولا تبحث عنه وهذا أمر يحدث لكل واحد مننا إن المعرفة رحل بين الظلم والنور وهذا ما حاول المهندس أن يقوم به في تصميمه لهذه القاعة في الطابق السفلي تحت الأرض ففي العادة السراديب ترمز إلى العتمة إلى اللاضو لكن المهندس حاول أن يجعل هذا المكان مقبولاً إذ جلب إليه كل النور من خمسين نافذة بحيث تضيء نجمة المرآة في الواقع لدى جميعنا رموز سلبية ومخاوف تسكن في أعماقنا إذ لا يزال لدينا بقايا من طفولتنا حيث الظلم توجع وتفزع لكن لدينا أيضاً أمل أن النور سوف يشرق ويلمع تحت الأرض في داخلنا وهكذا سيأتي الفرح هذا ما يحدث بالطريقة نفسها وبشكل مذهل عندما تنجلي الحقيقة في الواقع أمامنا الأمل هو القوة التي تنتمي إلى النور وتعمل في النور وتجلب معه النور شكراً لإصغائكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر